السياسيون والحكام الأذكياء هم الذين يستمدون قوتهم من قوة شعوبهم بل يديمون عناصر القوة هذه لأنهم يستظلون بها أما السياسيون والحكام الأغبياء والشياطين هم الذين يخشون من قوة هذه الشعوب ويمارسون سياسة التجهيل لأنهم يريدون مجتمعات متخلفة وعبيداً طالما يطبعون سياطهم على ظهورهم لأنهم يخشون العمل تحت النور وهذه العلاقة المرتجفة لا تستطيع أن تنتج حكومة أو تنتج دولة أو تنتج نظاماً راعياً حقيقياً لمتطلبات الناس لذلك هذه القوى دائماً ما تلجأ إلى سياسة الخداع والنفاق والكذب والتدليس لأنها لم تكن قوى حقيقية ولم تولد من رحمي هذه المعاناة هكذا تعودنا على صور على مر التاريخ لم يتعظ الكثيرون من هذه الصور وبالتالي وعبر تاريخنا المر مع حكامنا وسياسينا نصل في نهاية المطاف أن يسحل هؤلاء السياسيون والحكام وأحياناً تقطع رؤوسهم وتداس أجسادهم بالأقدام ليش كل وقتنا ما نقدر نشوف الأمور حقيقية وعلى الواقع كما هي ليش مرات نتلاعب بالألفاظ ونتلاعب بالواقع وندلس من أجل منه؟ من أجل أن يبقى الحاكم الحاكم اللي يجى ووصل للسلطة وفي خلده وفي قراراته وفي أمنياته أن يظل حاكم ليش لا يشتغل لهلة يسوي يكون يمين على التشيس يحترم خبزة العالم وذاك الوقت الشعب ما يخليه يطلع يصير لدوه قبل ما يقول آه ويصير لجسر وين مارد يعبر ويشيلونه ويشيلون صورة بس الظل تشذب وتخدع الناس البارحة تقول لهم والله إذا ما تنفذت مطالبكم ننزع سترنا ونقعد واليوم تقولوا اشتغلون تردون مناصب وتقفون أمام مطالب جماير بس ريد نفتهم انتوا لو حتدوا تحجونوا يا الحايط همتشان استحيتم من الحايط من قدمة أنه انت تسلف على الحايط ليش اليوم عالم وتضحيات ودم ومعوقين وشهداء وارامل الناس رادت لها خبزة والناس رادت أن تنهي هذه المنهجية السياسية ليش أكل بعض ما زال مؤمن بل ويصر ويقف أمام إرادة الجماهير وهذه الدماء الطاهرة لأنه يريد مناصب زيان الطيتك مناصب مقبل هم الطيتك مناصب وهم سويتك وزير وهم سويتك رئيس وهم صرت شبير وبالتالي أكلت الجمل بما حمل واليوم هم تريد مط رقبتي ومط دمي وليدات نايمين بالبرد وهاي التضحيات على مود انت تجيب فلان يصير وزير أو تجي تاخذ عقد عمي لا ظل عندنا دم ولا ظلت عندنا فلوس ولا ظل عندنا كل شيء أخذتوه فلا تخلون العلاقة ما بينكم وما بين شعبكم تذهبوا إلى أبعد مما هي والناس واكفة على طرف شعره والتشذاب عمره قصير يا تذاب العاش قبل أو يا حاكم الضحك على شعبه خلد التاريخ نعم خلد التاريخ بس خلده بها صفحات بصفحات سود بصفحات القدارة انتبهوا لما تبقى لكم من زمن وهجروا الكذبة والخداع والتدليز وسياسة التجهيل فأن الشعب واعن موسيقى لحظة واقع